اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان السيد الرئيس اعرب عن تطلع مصر لتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع رؤساء وممثل الشركات الاذرية والذين اكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر او للتوسع في مشروعتهم القائمة في عدد من المجالات وتعزيز التواصل بين ممثل القبع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية الى افاق ارحب تتلقى مع طموحات الشعبين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر